صباح الخير او مساء الخير حسب بقى كل واحد وتوقيته عامل ازاي دلوقتي النهاردة هنحضر مع بعض مجموعة من وصفات الشوفان اا اقتصادية وسهلة وسريعة في التحذير القيمة غزائية عالية جدا هنسبت لنفسنا ان احنا بمجموعة من المكونات نقدر نعمل اكتر من تشكيلة ما تنسوش لايك علشان غيركم يستفيد الوصفة الاولى معانا هتبقى وصفة الجرانولا والوصفة دي جميلة جدا مش قادر اقول لكم طعمها عامل ازاي اا هقول لكم دلوقتي التبديلات نقدر نبدل ايه ونحط ايه تقدروا تستخدموها كسنيك او كوجبة فطار هنستخدم اتنين كوب من الشوفان وكل المقادير هتلاقوني كتبها لكم في صندوق الوصف هحط عليها كمان كوباية من جوز الهند وهحط زبيب وهحط مش مش مجفف تقدروا تحطوا اي انواع فواكه مجففة حطيت كمان الجوز او عين الجمل وحطيت معلقتين كبار من العسل تقدروا تستخدمو دبس الطمر عادي تقدروا تحطوا اي انواع مكسرات انتو متاحة عندكم سوداني اللوز اا يعني تقدروا تضيفو او تحزفو اي حاجة من المكونات اللي عندكم دي هحطها في اا صنية زي ما هي كده وعلى فكرة هي ما بتلزقش مش محتاجة ولا ورق زبدة ولا دهن هحطها في الفرن لمدة عشر دقايق وقرائبها كويس لان الزبيب بيتحرق بسرعة ممكن يكون اتحرق مني سويا بس مش مشكلة تاكلت كلها وبردو كان طعمها لزيز فخلي بالكم ان انتم تسيبوها فترة تجيبوا بقى اي علبة عندكم تحتفظوا بها بالكمية تقدروا تزودوا الكمية زي ما انتم اعوزين لكن لازم علبة تقفلوها كويس علشان يفضل الجرانولة تكون مقرمشة معاكم موفرة جدا اعملوها في البيت هتكون ارخص كتير مني اللي بتتشارع برا تقدروا تحطوا بقى جزء الهند اللي هو البشر او القطع اا انواع المكسرات المتيحة عندكم اا تقدروا لو عاوزين اا ما تكونش مسكرة شوية تقدروا تستغنوا عن العسل اللي احنا حطناه او تستخدموا دبس الطمر اا اللي يريحكم تقدروا بقى تستخدموها كسناك لكن السناك بتستخدم معلقتين او تلاتة منه على نص كوباية من اللبن قليل الدسم مش هنحتيك طبعا تحلية لانه كانت فيه تحلية في الجرانولة ولو عاوزينها كواجبة فطار تقدروا تستخدمو خمس معالق وكوباية من اللبن كبيرة حتى لو كانت كاملة الدسم مفيش مشكلة على فكرة بقى ده مش هينفش معاك وتحس ان هو ينفش يعني او كده لانه ده متحمص خلاص مش هينفش اا معاكم يعني مهما تصبوه في اللبن هيفضل نفس الشكل دوت وحيكون مقرمش اا معاكم نفس اللي بتتبعه برق بالزبط واحلى كمان اولادكم على فكرة هيحبوها جدا وانا انصحكم ان انتم تخلوه فطار لاولادكم لانه قيمة غزائية عالية وفيه مجموعة من المكسرات والامي جسري اللي هتفيد اطفالكم اا مع مرحلة اا النمو كمان تقدروا زي ما قلت تاخدوه كسناك لانه بيسد الشهية بطريقة مش ممكنة الوصفة التانية معانا هتبقى وصفة الكوكز بتاع الشوفان طبعا انتم طلبتم مني انواع كوكز كتير انا محضر لكم كتير جدا لكن هنبدأها بما اننا عملنا اا نهاردة وصفات بالشوفان فحبيت اعملكم كوكز الشوفان سهل جدا انتم عموه لذيذ بطريقة مش ممكنة هستخدم كوباية من الشوفان العادي وكوباية من الشوفان البودر يعني انا اخدته في مطحنت التوابل وطحنته هضيف عليها نص معلقة من القرفة ودي طبعا اختيارية وحضيف نص معلقة من بودر ورشة ملح بسيطة جدا اا ما تقطروش الملح يعني زرة بسيطة جدا دي المكونات الجفة هنخلطها مع بعض كويس بعدين هنروح نعمل المكونات السائلة هتكون عبارة عن اا بيضة واحدة هحط عليها رشة من الفانيليا بس علشان الناس اللي ما بتحبش ريحة البيض آآ رشة الفانيليا دي هتخلي ان ما فيش للبيض اي ريحة كمان هضيف معلقتين كبار من زيت جوز الهند لو ما عندكمش زيت جوز الهند استخدموا اي زيت نباتي متاح آآ عندكم وهستخدم معلقتين كبار من آآ المبل سيرب انا ممكن تستخدموا بقى اصل النحلة او دبس الطمر ما فيش مشكلة بس دبس الطمر لو استخدمتوه هيغمق معانا الكوكز شوية. هضربهم مع بعض كويس بعدين هبدأ اضيفهم على المكونات الجفة. هقلب المكونات السائلة مع المكونات الجفة لما حيث ان البيض اختفى تماما والمكونات اختلطت تماما مع بعض. هضيف بقى ربع كوبية صغيرة من آآ قطع الشوكولاتة آآ للشوكولات شيفس حضرناها مع بعض قبل كده اللي عاوز طريقتها بطريقة صحية. حسابها لكم في صندوق الوصف هنقلب مع بعض المكونات كويس. والمطلوب بقى مننا ان احنا هناخد الطبق ده هنحطه في التلاجة لمدة نص ساعة. ده هيخلي ان المكونات يمسك معانا ونقدر ان احنا بعد كده نشكله بكل سهولة. كده بعد ما طالع من التلاجة ممكن ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة او تحطوه. بل مثلا ما تخلصوا اللي وراك وترجعوا تعملوه ما فيش مشكلة. هيبدأ بقى ان هو يكون سهل معانا. لو عندكم ادوات تشكيل البسكوت براحتكم. انا يعني ده اسهل علي بكوره زي الكور. وبعدين برصه على ورق الزبدة تقدروا ان انتم تدهينوا الصينية براشة زيد بسيطة جدا وتمسحوها بمنديل علشان الكوكز ميلزقش معانا. بعد بقى ما بنخلص الكمية زي ما انتم شايفين باي حاجة مسطحة بمعلقة او اي حاجة مسطحة عندك تقدر آآ يعني تدوسوا عليها بحيث ان احنا نديها الشكل الدائري شوية ما تكونش مكورة زي ما هي لان طبعا دي مش زي الكوكز اللي بنعمله بدي ايه اللي احنا بنصيبه على شكل كورة وبندخله الفرن فهو بيسيح مع نفسه بيدينا شكل الكوكز ده لا ده هنبطاته شوية. هنحطه في الفرن لمدة خمستاشر دقيقة على درجة حرارة مية وتسعين في الرف الاوسط. لغاية لما نتأكد ان هو استوى طالع معانا بالشكل الجميل الخطير ده. هنسيبه لغاية لما يبرد تماما. لازم تسيبه لغاية لما يبرد علشان آآ لو آآ اكلته هو لسه سخن هتحسه ان هو طاري وكمان آآ هتحسه ان هو آآ بيفرفت معاكم. فلازم تسيبه يبرد تماما. ودي النتيجة بعد ما برد. مش قادر اقول لكم طعم الكوكز ده كان عامل ازاي والله العظيم ده بمجرد ما خلص يعني خلصته. كل واحد مسلا اخد اتنين 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 انتهى في نفس التوقيت. ما لحقتش هشيله في علبة زي ما انا حطوها جده يعني انا حطى لكم العلبة دي للتصوير. تقدروا بقى تحتفظوا به في علبة وتكلوه مع آآ وجبة الفطار او لما تحسوا ان نفسكم عايزين تاكلوا حاجة حلوة تاكلوا واحدة بس ما تقطروش انتو هتلاقوا طعمه حلوة انا خايفة ان انتو تاكلوا العلبة كلها من جميله. خلي بالكم. هي واحدة بس مسلا مع شاي او شاي اهضر كسناك او لما تحسوا ان انتو عايزين تاكلوا حاجة حلوة. على فكرة كل وصفات الشوفان بتاعتنا النهاردة حلوة لمرضى السكر ومفيدة كمان لمرضى السكر مش ضرة ابدا. الوصفة بقى التالتة معانا او القوت بارز او الواحة طاقة زي ما بيقولوا عليها فعلا هي الواحة طاقة لان بتدي طاقة للجسم مش ممكنة غير طعمها الرهيب. هنستخدم مع بعض كباية كبيرة من الشوفان. وحضيف عليها نص كباية من جوز آآ الهند. حضيف آآ الزبيب. وحضيف سوداني. وحضيف لوز. وحضيف عين جمل. وحضيها كمان قيمة غزائيلية عالية. حضيف مع علاقتين كبار من بزور الكتان. ممتازة جدا تدي قيمة غزائيلية مش ممكنة. المتاحة عندكم في المكسرات دي تقدروا تستخدموه. تقدروا تستغنوا عن آآ يعني مكون او اتنين مفيش مشكلة استخدموا المتاح عندكم. هحط عليها معلقتين كبار من آآ العسل. وهحط معلقتين كبار من زبدة الفول السوداني. في ناس بتستخدم معها الالواح زيت جوز الهند. علشان يعني يتماسك اكتر او كده انا شايفة انه مالوش لازمة قوي يعني نزود سعرات هو كافي جدا آآ ان احنا نستخدم زبدة الفول السوداني. هي هتدينا طعم حلو. هي كمان هتخلي المكونات تتماسك مع بعضها. انا بقى هحطها في ورقة زبدة علشان آآ تكون سهلة علي لما اجي اطلحها. لازم ان انتو تضغطوا عليها كويس. وعلشان اسهل الموضوع اكتر استخدمت كباية ان انا اضغط كويس. لازم تضغطه كويس. علشان بعد ما تطلع من التلجة ما تفتحش معاكم او تفرول. دي بقى بنحطها في التلجة ممكن يوم كامل او اتناش وارساعة. يعني اكبر وقت ممكن تقدروا عليه في التلجة علشان تتماسك معانا كويس. لان انا تصرعت شوية طبعا عشان موضوع التصوير وطلعتها بدري فحسيت ان هي فرفتت شوية مني لكن خلي بالكم لازم تحطوها في التلجة فطرة حلوة لغاية لما تتأكدوا ان هي بقت متمسكة تماما. طلعتها وبدأت ان انا بقى بالسكينة اطعها اطعوه بقى الحجم اللي يعجبكم او الشكل اللي يعجبكم. انا عملتها كالواح عادية اطعتها وبعدين لفتها بورق الفويل علشان تبقى سهلة شوية لما نيجي آآ ناكلها. بس في الاخر طلع طعمها رائع ورهيب. بس انا عايز اقول لكم معلومة. دي قيمة غزائية عالية جدا ولكن سعاراتها الحرارية برضو عالية جدا يعني مش هنكتر منها. ايوة في حاجات صحية ولكن بتبقى سعاراتها عالية. آآ الواحد طاقة من آآ الموضوع ده تقدروا بقى تاكلوا بور من قبل التمرين بيديكم بور هائل وفظيع جدا. آآ تقدروا تاخدوه مسلا قطعة صغيرة لما تحسوا بالجوع هتحسسكم بشبع رهيب جدا. مرضى السكر برضو يقدروا يكلوها حلوة جدا. وبكده خلصنا تلات وصفات مميزين. عملنا الجرانولا والواحد طاقة وعملنا كوكز الشوفان. اتمنى ان شاء الله تجربوها. اتمنى اللي جربها يرجع يكتب لي على انستجرام ويبعاد لي الصور الحاجات اللي هو عملها علشان نزلها عندي على الصفحة وما تنسوش لايك علشان غيركم يستفيد عايزة بقى اوصل الفيديو ده مسلا لتلاتين خمسين مئة الف لايك ده حلو زيكم. متشكرة جدا على آآ حسن استماعكم لي. باي باي.